السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتعلم الطرز البرازيلي الان انا سنرسم وردق اول حاجة سنرسم فوق التوب والان انا سنوضع هذه واحد النقط باش سنعاونوني نحدد الوردة نقدر رسمها بطريقة جيدة جدا فالان وضعت نقاط خمس نقط ونرسم عليهم نصف دوائر هذه خمسة نقطات لتنذيرهم على هذه الدائرة هم انا تبانوا ليب اللي هم تعاونوا باش نقدر ان نرسم الوردة تكون مقادة في الجوانب ديالها فالان سناخد الحرير مبروم على 4 شعرات ونجيل هذا القناة هدوك النقط اللي احنا خدمنا عليهم هما اللي سنبقى ونخدموا عليهم باحد مائم الان طلعت البرق سنرجع في هذا المكان هنا ما سنخرج البرق ما سنخرجها ثم نجعلها بهالطريقة بقعت البرق في بلاستها وبتلوي الخيط خذه معي جيدا الطرز البرازيلي تلوي الخيط دخلوه في الإبرق خذه معي جيدا تلويه بهالطريقة هذه لاحظوا معي مزيان تلويه بهالطريقة وتندخلوه في الإبرة هنا واحد ملاحظة مهمة نفس العدد اللي غدينخدموا به هو اللي غدينقوا وغدينخدامين به من البداية حتى النهاية يعني نفس العدد يعني مثلا هنا قدر ناخد 14-15 ممكن لوحدة غدتاخد العدد المناسب للحجم ديال الوردة اللي هي غدتخدمها فهنا تتباليكم وردة عادية ولكن في النهاية غدتشوفوا باللي احنا غد نرجعوها يعني بوحد شكل رائع جدا فالان المهم اهم حاجة هي الطريقة وحاولوا انكم تشدوا هادلويات هادو حاولوا انكم تخلوا الاصبوع ديالكم شادهم مزيان باش ما يطلعوش لكم الفوق ويبقوا غادين عبار يعني فهالطريقة هادي سهلة بزاف وغادت تعطينا وحد الوردة جميلة جدا انقدروا نزينو بها يعني انقدروا متنسوش اهم حاجة هاد الوردة هادي انقدروا نزينو بها انقدروا نوضعوها مش غير فوق التوب انقدروا نخدموها كذلك فوق الراندة لاحظوا معي هنا مزيان انا الان رجعت الخيط فهد الاتجاه هادي اهم حاجة لاحظوا معي مزيان الخيط هنا انا رجعتو هنا هادي ملاحظة مهمة بزاف ضروري الخيط يمشي هاكا باش يجيوني هادوك الحواشي يبقوا في الجنب موم غادي نشوفوه معايا وهنا شدو الخيط مزيان يعني هذوك الخيوطة خسكم تشدوهم مزيان متخليهم مش يتجروا ليكم مع الخيط يعني من اللي تكوني كتجر في البرق متخليش هذوك اللويات يطلعو يمشيو مع البرق خليهم يبقوا تابتين في بلاسهم يعني حاول انك تشدي هذوك هاد لويات هادو باش يجيوني بهالطريقة هادي الى فلتولك يقدروا يعني يتخسروا ولا شي حاجة مو يمشيو ديوم مزيان والان ترجع نهبط الابرة في نفس يعني النقطة اللي انا كملت منها فالان من بعد ما هبطنا يعني الابرة غادي نبدأ وحد اخرى جديدة لاحظوا معايا ان احنا هنا غادي نخدمو على هاد الرسمة اللي احنا رسمناها وتنخدمو على هادوك خمسة نقاط اللي احنا رسمناهم في الأول يعني هادوك خمسة نقاطي هم اللي غادي نبقوا تنظوروا معاهم هنا اللي بغا تطلع الابرة من هاد النقطة اللي انا درتها هو هادا كل ما بغاش تحاول تاخد غير شي بلاسة قريبة لهاديك فين احنا هبطنا الابرة وطلع منها الابرة لاحظوا معايا جيدا الابرة تبقى خارجق يعني انا متن خرجاش من وسط توب واللي غا تخدمها فوق مراندة فحتى هي ما تخرجاش من وسط الراندة تبقى بهالطريقة باش بقى مشدودة مزيان ديما غير لو الخيط وهبطيه وحاول ما تتزيريش خدمه بزاف يعني الى الكرزتي مزيان ما غا تبغيش تخرج لك من الابرة وغا تبقى يعني مضاربة معاها وتقدر تخسر لك فاحاول يترخفيها شوية وفي نفس الوقت يجوا مقادين كما قلت لكم حافظوا على العدد يعني نفس العدد مثلا هنا اندر انا 14 فغادي نظر عليها كامل 14 يعني غادي نقى غادي اخد ديما من اللو والحتل اخر 14 او 15 او 16 يعني كل واحدة غا تبشي على حساب الحجم اللي هي عندها فهنا غيرت اللوي والخيط على هاد اصبوع هاد الوسطى يعني هاد الاصبوع اللي يجا في الوسطى موهم غا تبقى وكا تلوي علي هنا غادي نوريكم واحد واحد الحاجة اللي مهمة بزاف ولي انا بغيت تعمد انا نديرها باش متغلطوش وديروها هاد شي علش انا غادي نتعمد انا نديرها لاحظوا معي مزيان فالاول قلت لكم رجعوا الخيط للور فانا هنه ما رجعتش الخيط شوفوا معي المشكيه غادي وقع لي الخيط بقى غادي عادي يعني شوفوا معاي فالاخر هنش شديت هادو شدوه مزيان وطلعو هاد الخيوط هادو طلعو موم ابرق فانا مرجعتش الخيط اللور فشوفو شنو غاد يوقع فلاحظوا معاي جيدا هاحنا ادبا غتباليكم غاد عادية ولكن راها مرونا صراحة شوفو مزيان كيف جيت كل وحده غاد افجيه علاش حيت مرجعتش الخيط اللويتو فالاخر رجعو الفيديو اللور ولاحظوا معاي مزيان اضطريت انا انا نخرج الخيط من الوسط علاش باش ناخد هاداك الشكل اللي كان عندي في الاول وعادة غاد نقادها من الجنب يعني صراحة رونات وعادة غاد ندون قادوا فيها فاحنا ما بغيناش نطيحوا فاد المشكيل هادا ما بغيناش نرجعو نقادوها واجينا مخسره وعدم دون صايبو فيها فهاد شي علاش رجعو الفيديو اللور ورجعو هادك اللولا اللي احنا درناها وشوفو معاي كيفاش انا خرجت كيفاش رجعت الخيط اللور وراء الابرة باش حافظت على هادك الشكل اللي عندي يبقى ديما من بره يعني يبقى ديما على هادك الراس ديال الوردة فهادا خطأ انا تعمت انا اللي نديرو باش انتو ما ما توقعوش فيه وما تديروش المهم هنا خدمنا خمسة يعني درت عليها كاملة بخمسة ولاحظوا معاي مزيان هاد هاد خمسة هاد خمسة الورايدات هما تيمشي وتيجي وانا ما بغيتهمش يبقى وتيمشي ويجي وابغيتهم في نفس الوقت يدرقوا لي يا ستيلو يعني هادك الرسم اللي احنا رسمناه خصوق وما يبقىش يبان فهاد شي علاش انا طلعت الابرة ورجعت تبتها يعني في الوسط غدين جيو الوسط ديال هادك الوردة وغدين تبتوها مزيان باش ما تبقاش تتمشي وتجي ولكن هادك الوردات الاخرى اللي غدين ديروا دابا ما غن تبتوهمش غدين خليهم تمشي ويجي ولان وحدة غدتغطي لاخرى وما غدتبقتاشي حاجة كتبان و المهم عدنا احنا ان هاد يعني اه الرسم اللي احنا رسمناه ما خصوش يبقى يبان زائد ان التوبتهوه ما خصوش يبقى يبان فخصنا ندرقوهم لاحظوا معاي مزيان هنا جيت فوق من هادوك هادوك النقيطات اللي كنادرنا في الاول اللي اعقالتوا معاي كنادرنا خمسة نقطة وهما اللي خدمنا عليهم هادوك هادوك الوضع لي هادوه 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 اهدوها التانية لاحظوا معاي مزيان هناق فوق من هادو هادو شكل اللي باللون الازرق غدين خدموا عليه هادو اللي باللون الابيض او الباج ولا مهم معرفش كيف شنو كيبال ليكم مهم هو رهباج شوية يعني ما الابيض فلاحظوا معاي مزيان دائمان غير تلويو الخيط على الاصبع ديانه وتنهبطوه بهادطار ببساطة و بسهولة كذلك المهم سنبقى سنخدامين بشوية علينا حتى نوصل ال 14 كما قلت لكم انا هنا خدمت نفس العدد سنبقى سنخدامين عليه و لا تنسوش يعني دائما نرجع الخيط اللور ديما لاحظوا معي مزيان انا دبا من اللي خدامك هذه اللوية اللي خاصة تجي على برك دبا هنا عندي لداخل هادشي عليش خاصة نرجع الخيط ملهي باش ترجع لبرا ما تبقاش عندي انا لداخل محرفش صراحة واش فهمتوني ولا لا انا داوي على ذو كل يجاو عندي هنا في الجنب لاحظوا معي مزيان كيفاش رجعت الخيط اللور لاحظوا معي مزيان رجعت الخيط الى الوراء و هذا غدي نسحب هادو كلويات من وسط يعني الابرة فتنسحبوا بهالطريقة هادي بشوية و دائما شدوا مزيان بصبعكم هادو كلويات اللي احنا لويناه و ما تخليوهمش يتبعوكم يعني لاحظوا معي ماشي بحال البريد البريد مثلا نقدروا نخليو الخيط تابعنا ماشي موش كيلو من بعد نعود رجعوه ولكن هادو الله هادو خاصة تشدوهم مزيان بسبعكم باش ميتبعوكمش و يبقاوا لاسقين فى بلاستهم باش من بعد نقدروا ان نحنا نتبتوهم بشكل جيد لاحظوا معي مزيان هنا المكان اللي غدي نطلع منه الابرة شوفو هنا بعدها هادو اللي باللون الابيض جات فوق اللي باللون الازرق يعني وحده غتجي فوق من وحده لاحظوا معي مزيان غتجي وحده فوق وحده فالان شوفو مزيان انا جيت غير لهاد البلايسة هادى اللي حداها وطلعت منها الابرة وغاد ارجع لها نفس النقطة ودائما الابرة يبقى نصها فى التوب يعني الابرة ما غديش نخرجوها كاملة غديبقى هادوك هادوك النص الاخراني تيبقى فى التوب لاحظوا معي مزيان غدي ندفع الابرة غير بشوية وتنخليها بحلكة يعني تبقى فى التوب المهم انا خدمت هنا ايها التانية بنفس طريقة اللي خدمنا بها الاولى ولاحظوا معي مزيان تنزرب وحد شوية المهم كنتمنى ان كل شي يكون فهم الفكرة اللي بغايت نوصل ان احنا خدمنا خمسة يعني هاد الوردة قدرناها على خمسة تقدروا تخدموا وردة على ستة يعني يرى كلها وحده والاختيار ديالها اللي بغايت مثلا وردة كبيرة تقدر تخدمها على ستة المهم ان اذا خدمتوها على خمسة فقط تقدروا خمسة باللون باللون الازرق وخمسة باللون الابيض مهمتو من اللي عندكم الالوان ديولكم انا غير هادو جوج ديالالالوان خدمت بيهم كمثال والان غاد نرجعو بنفس الطريقة نحاول ان ننعمر هاد الفراغ اللي بقى ليا ودائما تنخدم على هادوك النقط الخمسة اللي انا درت ولكن غاد ننهطو واحد شوية التحت لان احنا غاد نتنعمره المهم نبقى مركزين على دوك النقط الخمسة فهنا انا غاد نلوي يعني الخير على الاصبوع بها الطريقة وغاد نستمره بنفس الطريقة حتى نعمره هادي لاحظوا معي جيدا عمرت الابرديالي والان غاد نسحب الابرق من وسط الخيوط بهذا الشكل هادا تنسحبه الابرق ولا تنجره الابرق المهم فالان يعني من بعد ما درناها غاد نرجع نهبط اللي مهم هنا ركزوا معي غر على البلايس اللي غاد نبدأ فيه موحدة اخرى جديدة اما الفكرة رك انظن انها سافي وصلات يعني الطريقة واضحة لاحظوا معي جيدا المكان اللي انا غاد نطلع منه الابرق فغاد نجيل هاداك القنيتة اللي عندي في هاداك الراس هادا لاحظوا معي مزيان هنا باش نعمر هاداك الفراغ اللي بقى ليه المهم راه هنا هاد من اللي تبقى ليه هادوك الفراغ اللي صغير راه كيف ما عمرتوه غادي عمروا غاي جيزوين غير التناسق في الالوان وكما قلت لكم تقدرو تخدموه يعني بلون واحد غير هي بجوجة الالوان صارحة جيزوينة يعني جوجة الالوان تيعطوها واحد الاختلاف تشوفوا معي الشكل الياله في الاخر كيفاش غادي جيب جوجة الالوان فهنا خدمنا التانية هنا بديت تنزرب شوية لان الفيديو صارح حجة طويلة فما بغيش نزيد يعني نطولوه اكتر فمهم الفكرة تكون واضحة وصافي فلاحظوا معي مزيان هنا غادي نديرو واحدة اخرى يعني غا نديرو رقم ثلاثة هنا ما غاديش يعطونا خمسة لان عندي هذك الفراغ ضيق فغادي نزيد غير وحدة هنا دلت هنا ثلاثة غادي نزيد وحدة هي الرابعة باللول ازرق لاحظوا معي جيدا باللول ازرق هنا نتنحاول انني نعمر هذك الفراغات ولكن نعمرهم بطريقة يعني تكون مدروسة واحد شوية رغا تسمع دراسة غدا تخلع مشيش دراسة رغر عمروها وصافي المهم عينكم وميزانكم تبقى هنا المسألة دي الدوق والاختيار فنعمروها هنا نزيد هاد الوحدة هذي لاحظوا معي جيد هاد الراس اللي هو في هذك النقطة اللي احنا كنا ندرنا في اللول كنا ندرنا ذوك خمسة نقاطات ورسمنا عليهم فهنا غدا نعمر هاد رقم اربعة كما قلت لكم هنا ولات عندي البلاسة يعني ضيقة هاد الشي علشان انا ما كفيتنيش باش انا ندر خمسة ولكن توم اللي دارت وردة كبيرة فرا هي غا تبقى غادة مثلا دارت خمسة هتبقى غادة وكتعمر خمسة 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 حتى غادة تبقى هذك البلاسة ضيقة ثم غادة تضطر انها تدير ربعة وترجع تدير جوج باللول ابيض انا هنه غا ندير دابة هادي باللول ابيض وغادة نرجع ندير واحدة خراقتها هي باللول ابيض عينكم ميزانكم يعني البلاسة اللي بنت لكم ناقصة شي حاجة تزيدوها لاحظوا معايا مزيان هنا غادة نخدمو يعني هذ 14 لفق او لا 14 دورة المهم غير كتدورو على سبعكم كتهبطو ولكن اهم حاجة وانكم تشدو هذو اللفات هذو او لهذ دورات هذو اللي تندورو بقاوش هادين هم بسبعكم يعني من اللي تنجر انا البرا بقاوش هادين بسبعكم ومتنسوش انكم ترجعو الخيط اللور لاحظوا معايا مزيان تنقش هاده احتكتها بق يعني حتى تشد بلاسة لاحظوا معايا مزيان الان انا درتها دي باللول ابيض وغادة نرجع ندير واحدة خراق باش نشوفو يعني الشكل ديالها وغادة نوريكم وحده ورايقتها ايه غادين دير احدها بالطرز البرازيلي لاحظوا معايا مزيان كيفاش انا درت هذو الجوج بايدين وجات وسط من نوم ديك الوحدة اللي زرقه لحسبتو ارتكم 4 زرقين وجوج بايدين المهم الان احنا رسمنا هاده ورايقة هذي صغيرة وراق يعني غير صغيرة تقدروا تديروش حال ما بغيتو انا غير بغيت ارسمها باش شوفوها يعني كيفاش غادة ترسم وكيفاش غادة كيفاش غادة نديرولي هاد طرز البرازيلي فالان لاحظوا معايا جيدا هنا غادة نبدو نخدمه في القنت يعني في الراس دياله ذكروا ورايقة لاحظوا معايا جيدا غادة نجي انهبط واحد شوية انهبط يعني واحد شوي وغادة نرجع نطلع الابرة منجن يعني في احدا الراس ولكن منجن لاحظوا معايا جيدا هاد طريقة هاد يراها سهلة وبسيطة بزاف وتعاونكم في بزاف ديال الحويج يعني مش يتعاونكم غير هنا تقدروا تخدموها في بزاف ديال الحويج فلاحظوا معايا مزيان هنا غادة نرجعوا لهاد المركز هاد وغادة نطلع منه الابرة وتندور هادك الخيط اسفل الابرة يعني غادة ندوره دائما اسفل الابرة لاحظوا معايا هنا يمزيان فطلعنا الابرة من هاد المكان وغادة رجع نهبط واحد شوية شوفوا معايا مزيان غير واحد شوية هنا وغادة رجع نطلعها كذلك منجن هاد جنب هادة اللي تنطلعوا يعني الابرة من هادك المكان فغادة نبقوا ديه مخدامين عليه غادة نجر هنا يلبرق لاحظوا معايا مزيان هنا نعاودوا بشوفوها مزيان فهنا غادة يعني نجر هاد البرة هاده وغادة رجع شوفوا معايا مزيان يعني غادة نخلي الخيط في هادك الاتجاه الامامي وغادة رجع لهاد النقطة هاده وغادة نجيل هنقل هاد الراس بهاد الشكل هاده ودي متن هبط الخيط من التحت يعني هاد هاد طريق انا بنت ليه سراحة مزيانة بش ان احنا الواحد يعني عوض فاش يخدم بالطرز الرباطي العادي يعني تتبقى غير كتعمر فهاد الطرز البرازيلي تهورة يشبه ليه ولكن الطريقة دياله ساهلة ساهلة سراحة هنا غير تنطلعوا البرم من هاد البلاسة وترجعوا للجن لهاد المكان هاده وتنجيوا لهاد القنيته هاده لاحظوا معايا مزيان لهاد القنيته وغادة نهبطوا هاد الخيط شوية حتى نعمروا هاد البلاسة فالمهم الفكرة اللي بغيت نوصل ليكم ان هاد الوريدة هادي تقدروا تخدموها فوق من التوب وتقدروا تخدموها كذلك فوق الراندة يعني اللي بغيت تخدمها فوق من الراندة تخدمها كذلك فوق من الراندة سواء الراندة ديك يعني الراندة دي الحسارة العادية اللي تتبقى غير كتعمري 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 او تقدروا تخدموها كذلك في القوزة يعني لك نصف طوق كبير والقوزة فيه كبيرة بزيف فخدموا فيه وريدة صغيرة يعني انتو ما غدتحكموا في الحجم يعني الحجم غد يبقى اختياري لكم انتو ما غدتحكموا فيه هي قدمكها الحجم كبير قدمك تجي الوردة زوينة صراحة قدمكها ببرتي قدمك تجي زوينة وكتجي رائعة وتقدرو كذلك تدير وفدك يعني الراندة اللي تنبغوا ان نحن نخدموا واحد طرزة اللي كتكون نصها فوق من الراندة ونصها فوق من تو يعني كتدير الراندة فش كتسالي نص في طوق وكتبغي تزينيه كتدير مثل البريد مثلا احنا نقوله البريد كتدير النص ديل الوردة ولا النص ديل هذيك الطرزق فوق من الراندة والنص الاخر تنديرو فوق من توب فهد وردة تايم زيانة تقدرو تخدمو نصها فوق من توب ونصها فوق من الراندة مو واحد يبدع شوية وصافي كل واحد يدير الحاجة اللي عجباته يعني تقدرو تخدموها تعاونكم يعني تديرو البريد وتديرو الطرز البرازيلي وتخلطوهم بجوج وتشوفوا النتيجة اللي هتخرج مهم واحد يبدع شوية من عنده واهم حاجة اللي عجب هالفيديو تشاركو مع الاصدقاء ديالها وما تنسوش كذلك تضغط على زر الاعجاب كتشجيع علينا على الاستمرار يعني فاش تنشوفوا يعني زر الاعجاب كتير فهد شي كيفرحنا وكي خلينا نزيدو نخدمو بزيف فشكرا لجميع المتابعات وشكرا لأي وحدة كتبات أي تعليق شكرا لكم كاملي